بعد أكثر من عام تقريباً على تسليم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المسودة إلى مجلس النواب لطرحها للاستفتاء بعد إقرار قانونه لم يتغير الكثير منذ ذلك التاريخ وبعد شد وجذب وإلحاح محلي كبير نجحت الضغوط الخارجية فيما يبدو في فرض التوجه للتصويت على قانون الاستفتاء غداً لإثنين لكن يبدو أن البلاد أو أطرافاً لا تريد للبلاد أن تعيش بلا تجذبات وجدال وخصومات سياسية بجبة القبلية أو بعناوين محاربة الإخوان وغيره فقبل ساعات من الجلسة المنتظرة التي قد تساهم في قيادة البلاد إلى إنهاء المؤسسات الانتقالية وتنهي أيضاً عدداً من الشخصيات الجدلية التي أطالت عمرها وأطالت الأزمة معها يعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد استقالته من منصبه رئيساً وعضواً في الهيئة التأسيسية بسبب ظروف لم يكشفها ووصفها بالشخصية وقال إنها جعلت من استمراريته في الهيئة صعبة ربما يقول البعض إن الهيئة غير ذات جدوى الآن ولكن المسار الدستوري مهم وقد لا تستقيم خطوات ما بعد إقرار قانون الاستفتاء إلا بها خصوصاً إذا تعلق الأمر بتعديلات على مشروع المسودة قد يفرضها الاستفتاء وقد تكون هذه النقطة بالذات أي فرض تعديلات من قبل الشعب عبر الاستفتاء هي سبب الاستقالة خاصة أن عضو الهيئة اعتماد لمسلات أكدت للنبأ وجود ضغوط كبير على رئيس الهيئة منذ مدة مرجحة أن الاستقالة تأتي بسبب هذه الضغوطات كما أشارت إلى أن ميليشيات الكرامة سبق أن قادت نوح عبد السيد إلى الرجمة واحتجزته لعدة ساعات فضلاً عن محاصرتها لجميع الأعضاء في مقر الهيئة في البيضة قبيل إصدار المسودة الآخرة التي هي موضوع الاستفتاء الآن محاولة بذلك فرض تعديلات عليها المشكلة أن الجهات الرافضة للمسودة المقدمة لا يغيب عنها دور الدستور في الاستقرار مستقبلاً وهي ترفض فقط هذه النسخة لتضمنها بندين أحدهما يحد من ترشح العسكريين والآخر متعلق بمزدوجي الجنسية ولهذا تدفع هذه الجهات إلى تعديل طفيف على دستور 51 وبين من يتمسك بالاستفتاء وبإصدار قانونه والتوجه بعده مباشرة للانتخابات من جهة ومن يرفض هذا الدستور من جهة أخرى تأتي الاستقالة التي تطرح تساؤلات عن أسبابها الحقيقية وتوقيتها فهل الضغوط التي تحدث عنها أعضاء من الهيئة سابقاً هي السبب في استقالة نوح عبدالسيد كل هذا الجدل لن يكون بمعزل عن جلسة مجلس النواب المقررة غداً التي قد تشهد التصويت على قانون الاستفتاء ورغم تأكيدات عضو البرلمان صالح فحيمة أن المجلس ماضم في المسار الدستوري والانتخابي وأن الجلسة ستعقد غداً للتصويت على قانون الاستفتاء مهما كانت الظروف لكن هناك في المقابل عدد من الأعضاء يرفضون انعقاد الجلسة كما يرفضون التصويت على قانون الاستفتاء لرفضهم للمشروع جملة وتفصيلة وبين هذا وذاك فإن المرحلة المقبلة قد تشهد عوائق جديدة ربما تقود لأطراف الدولية للضغط مجدداً كما ضغطت على مجلس النواب للقبول بعقد جلسته المقررة غداً ولسائل أن يسأل هنا عن تأثير ما يجري اليوم على المشهد في ليبيا وهل تكبر أعباء الأجسام الانتقالية على المشهد الليبي أكثر